احمد الله رب العالمين وحيات وعقارب وهوام ثم يضافوا اليها خارج او بجوار هذه الغرفة او فردها المجاورة يعني ولد عاق بنت متمردة زوجة نكدية متعبة او زوج عصبي بخيل سمج لزج متكبر اقارب سواء من اهله او من اهلها يعني لا يذكرونه الا بسوء زملاء في العمل يكيدون له سبحان الله شيطان يوسوس له في صلاته ويوسوس لها في خلعها لحجابها او استبقائها على لا حجابها ثم بعد ذلك هناك عدو خارجي غير هذه الصورة القاتمة هناك من يكيدون له من الذين يكرهون الاسلام ونبي الاسلام والقرآن الكريم ويكره كل مسلم ويكيد له وعالم سبحان الله للأسر الشديد يعني فقد انسانيته يرى الافا او ما يقرر من اتنين مليون يعني مهدمة منازلهم يعني فيه سبحان الله مخمصة شديدة وشدة جوب بعدم وجود الطعام وعدم وجود الشراب الصالح للشرب وعدم وجود الادوية وعدم وجود المستشفيات لعلاج هؤلاء الجرحة والحالات الحرجة والعملات الجراحية وصارت الارض يعني يعني اثرا بعد عين والعالم يناصر هذه الاشتغذمة التي يعني تكيد للجميع فبالله عليك ماذا يصدع هذا الانسان يعني السؤال اذا سألني هل لي انا تفائل يا مولانا او يا شيخ بعد هذه الصورة القاتمة اوبسط لك المسألة هل الاسلام مع التفاؤل ام مع التشاؤم اكيد الاسلام مع التفاؤل لا يعرف الاسلام طريقه الى التشاؤم ولا يعرف التشاؤم طريقه الى المسلم فبالتالي ماذا يصدع لو ان هذه الغرفة هي الدنيا او هذه الشقة او المسكن او المكان هي الدنيا مليء بهذه الهوام والعقارب والحياة والاعداء والاخره وليس للانسان قوة لا ايمانية ولا يعني مالية ولا مجتمعية ولا خدرات ان يحارب كل هؤلاء وخلق الانسان ضعيفا ماذا اصدع اذا شبهت تجميل بسيط انا في هذه القاعة او في هذه الغرفة او في هذه الدار المليئة بكل هذه الاخطار واقف اما تلدغني عقرب او تلسعني او تغرس نابها في قدمي حية او يهجم عليهم فيروس او مكروب او هذه الصورة قاتبة بلا شك مثل اصدع فرضنا جدل ان هذا الانسان وجد طريقة ان يتعلق في الثرية الملتصقة بالسقف التي فيها النور والضوء اولا ابتعدت عنه هذه الهوام وابتعده عنها ولا تستطيع الوصول اليه لان لا جدارة يوصلها الى هذا المكان ثم هو بعد ذلك في مأمن لان الاضواء محيطة به والانوار فبالتالي هي انوار مبهرة لا تستطيع الخفافيش والبوم والطيور التي لا تطير الا في الظلام الدامس ولا تؤذي الا في الظلام الدامس تجد هذا النور فتهرأ طيب بعد هذه الصورة ماذا اريد ان اقول ان تتعلق بالله عز وجل كل هذه المخلوقات انما هي في يد الله واقواها هو الشيطان وقيد الشيطان ضعيف فالانسان ان قيد الشيطان كان ضعيفا فبالتالي اذا لجهت انت الى القوي سبحانه وتعالى يجب ان تتفائل بماذا بان منحك ايمانا قويا ومنحك تسليما له وتفويضا له وتوكلا عليه وثقة فيه سبحانه وتعالى وهو الغني عز وجل فلذلك انت ان كنت فقيرا فانت بالله غني ضعيفا انت بالله قوي مريضا انت بالله مشافة معافة في ضيق انت بالله في متسع سبحان الله العظيم يعني يا حبذ العرعر النجدي والبانو واضياف باكناف الحمى بانو واطيب الارض ما للقلب فيه هوا سم الخياط مع الاحباب ميدانه يعني سم الخياط خر ثقب الابرة مع من تحب سبحان الله الدنيا وما فيها سبحان الله فأوو الى الكهف ينشر لكم ربكم الرحمة كيف اتفائل التفاؤل نوعان تفاؤل غافل وتفاؤل عاقل التفاؤل الغافل هو تفاؤل مبني على امان وتمنيات بلا عمل والله يقول ليس بالامانيكم ولا امني اهل الكتاب والرسول يقول ليس الامان بالتمني ولكن ما واخره في القلب وصدقه العمل ان قوما يدعون انهم يحسنون انظن بالله والله لو احسنوا الظن لا احسنوا العمل لان قعدنا والرسول يعمل فذاك من العمل المضلل اذا التفاؤل الغافل هو تفاؤل قائم على لا اساس على شفى جروف نهار فهذا ليس يعني هناك فرق بين الامنية والرجاء قلنا ان الامنية يعني رجاء بالعمل والرجاء امنية بعمل سبحانه يعني امن هو قائنة انا الليل يحضر الاخرة ويرجو رحمة ربه فليعمل عملا صالحا سبحانه رب العبا يعني يرجو رحمة ربه وهنا ثم يعمل العمل الصالح فاذا عمل العمل الصالح صار رجاءا او تفاؤلا عاقلا تفاؤل مبني على اسباب اما الولد الذي ينام طول العام ولا يستذكر ولا يحضر دروس ولا محاضرات ثم يقول انا اول الناجحين اخر العام هذا انسان سبحان الله الانسان والعاذب لا يعاقل الخمر لا يصلي لا يتقل لا اقول انا حسن الظن بالله لسنة متبرجة تخرج كل يوم سبحانه الله العظيم يراها الرائح والغادي الغادي وبعدين تقول لك والله انا عندي تفاول اننا في الجنة ان شاء الله يا سبحانه الله العظيم لو نادى مناد قال عمر لو نادى رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطار لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة الا واحدا لخشيتوا ان اكون انا هذا الواحد ولو قيل ان الناس كلهم في النار الا واحدا لرجوت من الله ان اكون انا هذا الواحد اذا مسألة التفاؤل المبني على اسباب ومسببات وثقة في الله وتوكل ويقين بالاعمال الصالحة مئة بالمئة هذا التفاؤل يجب ان يكون والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرضنا ابدا على التشاوم وانما حرضنا على التفاؤل وان يتفاؤل الانسان مهما تدهم الخطوب والله غالب على امره والله سبحانه وتعالى بيده مقاريد والسماوات والارض لا دخل للنساء في ان يضيق عليك رزقا او يوسق رزقا نعلم ان رزق الله لا يسوق اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره نسأل الله ان يجعلنا من منشرح الصد وان يشرح صدورنا ويغفر دنوبنا ويستر عيوبنا ويوفقنا الى ما يحب ويرضى ويحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وابناءنا وابناتنا ويؤوي اخوانا الذين لا مأولهم ويطعمهم من جوع ويسخيهم من عطش ويكسوهم من عر ان ربي على ما شاء قدير يا صديقي نحن من نور الى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الفجر اتينا اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اين ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه والسلام عليكم و önem proxim Aujourdهي ونان اشترى لنا وانتحدث Week لنا وampa